السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن كيفية وصف مشكلة ما describing problems إذن وصف مشاكل كيف أصف مشكلة وقعت فيها أو وضعت في مشكلة ما describing problems إذن وصف مشاكل نحوذ كمة problem مشكلة problems مشاكل نريد أن نقول مشكلة صحية health problem مشكلة صحية health problem big problem مشكلة كبيرة financial problem مشكلة مالية لاحظ financial problem مشكلة مالية to solve a problem لتحل مشكلة how to solve a problem كيف تحل مشكلة health problem health problem big problem financial problem to solve a problem do you have a problem with that هل لديك مشكلة بذلك do you have a problem with that must people face the problem of speaking English معظم الناس يواجهون face نعرف وجه face أيضا يواجهون مشكلة التحدث بالإنجليزية most people face the problem of speaking English it's a nice table the only problem it is too small for the kitchen it's هي اختصار لي it is يعني انها طاولة جميلة the only problem المشكلة الوحيدة نعرف only فقط لكن نريد ان نقول وحيد أيضا only the only problem المشكلة الوحيدة it is too small إنها صغيرة جدا for the kitchen للمطبخ do you have a problem with that most people face the problem of speaking English it's a nice table the only problem it is too small for the kitchen can I take this chair هل بمكاني أخذ هذا الكرسي can I take this chair هل بمكاني أخذ هذا الكرسي تريد ان تقول yes no problem نعم لا مشكلة يعني التفضل can I take this chair yes no problem thanks for the help شكرا للمساعدة كيف تجيب إذا الشخص شكرني على فعل شيء ما أقول no problem يعني لا مشكلة يعني أهلا وسهلا thanks for the help no problem شكرا للمساعدة لا مشكلة thanks for the help شكرا للمساعدة تقول يعني تجيبه no problem يعني لا مشكلة يعني مرحبا بك what's your problem ما هي مشكلتك what's هي اقتصار لي what is your problem I only asked if you could help for five minutes فقط أسألوا إذا بإمكانك أن تساعد لخمس دقائق يعني أحتاج مساعدة لمدة خمس دقائق what's your problem I only asked if you could help for five minutes كما قلنا could L ما تلفظ he was a problem man always in trouble with his neighbors أيضا ممكن problem استخدمها كصفة تستخدم كصفة فقط قبل الأشخاص الذين يعملون مشاكل مع الآخرين الآخرين إذا ممكن problem تأتي صفة he was a problem man كان رجل صاحب مشاكل أو رجل مشكلة يعني يسبب المشاكل الآخرين always in trouble with his neighbors دائما في مشكلة أو مشاكل مع جيرانه لاحظ neighbor g-h ما تلفظ neighbor جار neighbors جيران his neighbors جيرانه in trouble with لاحظ نحفظ هذه in trouble with في مشكلة مع always in trouble with his neighbors إذن problem هنا جايب معنا صفة مثل نقول a big car سيارة كبيرة لاحظ car هي نفسها man a نفس الشي problem هي نفسها big الصفة قبل الموصوف a problem man man ذو مشاكل يعني رجل ذو مشاكل there's no history of heart problem لاحظ ليس لديه تاريخ بنوبة قلبية يعني مشكلة قلبية يخص بها نوبة قلبية أو ممكن نقول heart attack إذن هجمة قلبية بمعنى نوبة قلبية إذن there's no history of heart problem ليس لديه تاريخ مشكلة قلبية عندنا heart attack نوبة قلبية he was a problem man always in trouble with his neighbors there's no history of heart problem كما قلنا there is يوجد there is no يعني لا يوجد history of تاريخ heart problem نريد نقول ما هي مشكلتك الآن وماذا كانت مشكلتك نلاحظ what do you have a trouble with ماذا هي مشكلتك ممكن نضع with في بداية الجملة تصبح with what do you have a trouble يعني ما هي مشكلتك نلاحظ الجملة الأخرى فقط بدال do وضعنا did بالماضي what did you have a trouble with ماذا كانت مشكلتك أو ما هي مشكلتك أيضا ممكن نضع كما قلنا with بداية الجملة تصبح with what did you have a trouble with يعني مع أو ب ما هي مشكلتك الآن بهذه اللحظة يعني شو المشكلة التي تواجهها الآن what are you having a trouble with لاحظ استخدمنا have ضفنا له ing ممكن نضع with بداية الجملة with what are you having a trouble نريد أن نجيب نحذف what نحذف do you نحول إلى I لأنه ما هي مشكلتك أنت تصبح أنا I have نفس الفعل I have trouble I have a trouble with English لدي مشكلة باللغة الإنجليزية what did you have a trouble with ماذا كانت مشكلتك أيضا نحذف what نحذف did أبدأ من عند I I have نحول have إلى had لأنه عدنا did بالماضي لا سنقول I have إذا تصبح مظهرة بسيط يجب أن نستخدم ماضي كيف عرفنا لأنه عدنا did أثناء إجياء الفعل يكون بالماضي الماضي من have هو had I had a trouble لدي مشكلة with this car لدي مشكلة بهذه السيارة what are you having a trouble with ما هي مشكلتك الآن نحذف what دائما إذا كان موجود do what does what did نحذف أثناء الإجابة باقي الأسئلة فقط نضع R بعد الفعل تصبح نحول U إلى I I لا تأخذ R لسأنا نقول I are I تأخذ am لأن R فعل كون وفعل كون باللغة الإنجليزية am is R U are I تأخذ am تصبح I am والفعل having نفسه I am having a trouble with opening the door يعني لدي مشكلة بفتح الباب دائما الزمن الذي سأل به واجيب به مضارع بسيط واجيب مضارع بسيط ماضي بسيط واجيب الماضي البسيط مضارع مستمر واجيب المضارع المستمر إذن what do you have a trouble with I have a trouble with English what did you have a trouble with I had a trouble with this car what are you having a trouble with I am having a trouble with opening the door whom do you have a trouble with يعني مع من لديك مشكلة لاحظ هم نستخدمها للسؤال عن الفاعل لكن بحالة مفعول به هم do you have a trouble with ممكن نضع with بداية الجملة تصبح with 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 whom do you have a trouble مع من لديك مشكلة الإجابة I have a trouble with لدي مشكلة مع the bad people مع الناس السيئين لاحظ حذفت whom حذفت do بدأت من عند you أصبحت I I have لاحظ a trouble with لدي مشكلة with مع the bad people الناس السيئين نريد أن نقول لدي مشكلة أو لدي مشكلة كما نعمل الضمار I he she it we you they I have أنا لدي he has she has it has كل معنى يملك have يملك has يملك أو أيضا لديهم we have نحن لدينا you have أنت لديك أنتم أنتما أنتنا they have هم هما هن نريد أن نقول I have a trouble لدي مشكلة with مع أو ب I have a problem with he has a trouble with she has a problem with we have a trouble with you have a trouble with they have a problem with إذن لدي مشكلة مع فقط استخدم I have he has we they have بهذا الشكل تكلمنا عن describing problems وصف المشاكل إذا كان لدي مشكلة ما كيف أتحدث عنها أو كيف أقول لدي مشكلة أو ماذا لديك أو ما هي مشكلتك تكلمنا بالعديد من الجمل والمواقف باللغة الإنجليزية لوصف مشكلة ما هذا الدرس من المهم أي إنسان في الحياة يواجه مشكلة ما لذلك أحتاج هذه الجمل للتحدث باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لأيك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا